اشتركوا في القناة احب صوت العجلة لما امشي بالكرسي احمسني واذكرني على طول بالوعب اللي خذيته مع نفسي اكيد ربي ما بينسان حروف نابعة من صميم الوجدان تلامس معانيها كل ذي قلب تبني شعورا متجردا وتهتف فيه لا اعاقة مع الارادة الاعاقة عمرها ما كانت حاجز الى الطموحات الى تحقيق الاهداف بالحكس اطلع برا احتك بالناس قلهم عن ابداعاتك صدقني راح تحقق اهدافك واكثر من اهدافك قذيت اللاهوة شهادة تدريب مدربين اللاهوة في التنمية البشرية من كلية كامبرتش البريطانية قلبي مفتوح للكل طبعا احب ساعد الجميع نجم لمع وسط زخم الناجحين فبالرغم من عدم مقدرته على الوقوف الا ان ذلك لم يمنعه من السير في حلمه الكوش صالح شخصية طموحة متعددة المواهب فهو مدرب وكوش ممارس بالاضافة انه يحب التمثيل ومن الشخصيات الطموحة اللي يحبون نشاركون في العمل التطوعي وفي كل انشطة المجتمع لا زل نطمح الى الافضل انا لست صفحة مطوية في ذاكرة النسيان انا من واجه صعاب الحياة ومشا قدما لتنمية العمران امل يتشبثون به كيف لا وهو النافذة التي يطلون بها على هذه الحياة بما فيها من الوان وجمل مجالات اللي بتعترى واسعة رغم ان هذا الكون مليء بالمعاناة الا انه ممتلئ بمن يقهرونها فهذا الاستاذ والموجه هو شاعر وفنان ايضا على خشبة المسرح سلام جابر هي مفتاح تحقيق الاحلام والحمد الله صار لها صدى واسع والكل اعجب بالعرض وبالدور اللي قمت فيه تخطى العقبات اصبح نبراسا لغيره كالبدر تماما محاطا بالظلام لكنهما مضيئان دائما حلم اني اقدم برنامج اتكلم عن الشباب بشكل عام عن امور الشباب بشكل عام وعن ذوي الاعاقة بشكل خاص عشق مزمن ومستحيل ممكن هكذا الاصرار يشبه الاعصار يزيل التحديات والمعوقات ويصل بلا شك الى ما يريد لم اختر عبثا لقدري اختلافي ما يميزني اعاقتي فيها انطلاقتي وهي من تجعل لحياتي اكثر نكهة يفتقدها الكثير نعم هو هكذا يشع بالامل له عقل يفكر وقلب ينبض وصدق في الاعماق يحكي قصة انسان لتلفزيون البحرين صالح يوسف